السلام عليكم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذه حلقة جديدة من بنامج رفقة الصالحين اللهم ارزقنا صحبتهم واجعلنا منهم يا رب العالمين وخير من يصحبنا في رحلة البحث عن رفقة الصالحين هو فضيلة العالم القدير الجليل فضيلة الدكتور سالم عبدالجليل أهلاً وسهلاً مولانا الكريم أهلاً بيك وسهلاً بارك الله فيك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث شريف إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده صحيح بين هذه الآية الكريمة وهذا الحديث يستشهد البعض بالآية لتبرير الشح والبخل اللي قد يصل به الأمر لهذا أو أنه عايز يمسك شوية على أهل بيته يعني في المصاريس وبيستشهد البعض الآخر اللي بيحب بقى الإسراف والتبزير بيستشهده بالحديث الشريف أنا هصرف براحتي ده سيدنا النبي قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فيصرف بقى براحته عايزين حضرتك تشرح لنا أكتر هذه الآية وهذا الحديث وإزاي نقدر نوازن الأمور بين الإسراف والبخل أو الشح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد خلينا حييك الأول لاختيار هذا الموضوع ولهذا الاستهلال والتقديم الرائع جدا أنا أكرم فضلتك ضابط القصة دي عشان نفهم الآية والحديث لازم أرجع لصورة الفرقان صورة الفرقان تتكلم عن صفات عباد الرحمن يعني حاجة كده ما فيش أحسن من كده ربنا جعلنا منهم يا رب يا رب يقوم يقول لي إيه فيها بقى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى أن يصل لقوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما شفى الضابط فآية حاكمة وده صفات مين عباد الرحمن اللي بعدها بيقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل نفسه لا تحرم الله يعني جعل هذه الصفة صفة لاعتدال في النفقة ضمن صفات عباد الرحمن اللي بيحبها ربنا جعل في عباده وهو يتكلم عن صفات عديدة في إيمانهم وفي أخلاقهم وفي سلوكياتهم فالآية ضابطة وحاكمة إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا يبقى أنا عندي إصراف وعندي تقطيب الإصراف غلط والتقطير غلط يعني إيه الإصراف يعني إيه التقطير وعندي كمان مصطلح آخر اسمو التبذير آه يعني أصلا الإصراف مش معناه تبذير يبقى في ثلاث مصطلحاتهم مش قالوا لا تبذر تبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين يعني عندي ثلاث مصطلحات يعني حركت تقصد إن التبذير ده مش إصراف آه طبعا إصراف ده درجة تانية آه طبعا أصلا الألفاظ المطرطفة مقبولة بس لازم كون فيها فوارق آه لازم طبعا إما أقولك فلان حضر فلان جاء هتفهم منهم حاجة واحدة وممكن تقولي ده مرادف إنما لازم فيه فرق بين حضر وجاء لازم فيه فوارق لازم آه بيشتركوا في جزء لكن بيختلفوا في آخر فلما نقول إصراف تبذير تقتير يبقى عندي أنت كم مصطلح ثلاثة التقتير بخل وشح ينبذ صاحبه منبوذ البخل والشح منفعش وميوقا الشح نفسه فأولئكم المفلحون والشح للأسف بيكون في الإنفاق بيكون في المشاعر بيكون على النفس بيكون على الأهل بيكون على الولد يعني طبعا أنا هعمل إيه هحب من أكتر من ولادي وأنا بشتغل عشان مين أصلا المفروض يعني فخلينا نقول إنه الإصراف حاجة التبذير حاجة التقتير حاجة أبتدي من الأخير وهو التقتير التقتير معناها إن بيتي باعتدال محتاج خمسة أنا بلوم لأك فاية اتنين آه دي نقطة مهمة اتنين إزاي ده هي لما تقسمها الخمسة على الشهر يطلع لي اليوم فيه كذا فلما تقول لتنين معنا إنه إحنا مش هنأكله نشرب وهو في مقدرته يعني إنه هو ما هو الحديث آه الإنسان اللي مش مقدرته شكرا خلاص إحنا بنخطبش ده آه إحنا هنضرب في الميت يعني ما ضرب في ميت حرامزة بيقوله صحيح إحنا بنخطب إنسان عنده المقدرة فبنقوله أيها الإنسان كن معتدلا لا مقترا ولا مسرفا أو مبذرا طيب التقطير إن أنا شايف في البيت محتاج خمسة ضرورة وأنا بدي اتنين يعني أقل من الضروري مش مثلا في وقت الأزمات ووقت الغلا بنقول يا أخواننا بلاش مش عارف مثلا ناسف يعني الفلمانك والرومي ومش عارف إيه وخلينا ندب على الجبنة الأريش والبتاع تمشي تمشي الأمور ده اعتدال في وقت الأزمات هذا مطلوب ما جراش حاجة إنما لما يبقى كمان في الوقت الطبيعي حتى الجبنة الأريش مضيق فيها هنأكل إيه أكثر من خبز والجبنة ما فيش جبنة ولا خبز يبقى فيه إيه تاني ده اسمه إيه اسمه تقتير تقتير أو يأخذين على عيد مثلا مثلا مصريف العيال رمضان ومحتاجين نفتر هذا اسمه تقتير لما يجي الرجل يقول مثلا وعنده الكدرة في رمضان لأن أكل أي حاجة تم الناس صيمة وربنا سواء الله بيوسع الأرزاق يعني فده اسمه تقتير التقتير ده ده أمر لا يحبه الله ولا يحبه رسوله وفيه تضييع وقد قال عليه الصلاة والسلام كافة لأن الناس بس اللي فهم أنه دي فهلوة وشطارة وهحوش وتحوش لمين حضرتك لمين والإيه ما هنسيبه ما هنسيبه ما هاشي يستفيد به وبعدين ليه تتمنى ليه تخلي عيالك يتمنى موتك ليه ليه تخلي مراتك تتمنى موتك يجي لها معاشي أحصلها من اللي انتا بتدوه لها الملاليم ليه ليه ما تخلي اللي حواليك يحبوك الحديث النبي يقول فيه إبقاء خطر جدا يقول كفة بالمرء اسمن أن يضيع من يعود وفي رواية من يقود يعني يوم ما قطر على عيالي وقطر بمعنى أبخل عليهم ما دهمش الضروري يوم ما ديق عليهم أنا كده ضيعتهم الزوجة والأولاد كفة بالمرء اسمن يعني لو أنا جت يوم القيامة عنديه الزنب غير دي ليه دخلني النار زنب الزير يدخلني النار يعني لم أثر في صلاة ولا في صيام ولا في حج ولا في غيره ولم أثر في أخلاق تانية ما فيش عندي ذنب غير ده كفة بهذا الذنب إن يترحل في نار جهنم والعياذ بالله ده اسمن إيه؟ التقطير اللي هو بيعادله البخل يبخل على نفسه وعلى أولاده يبقى مضيقها أوي 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 تعالي بقى عكس التقطير الإسراف آه إنه البيت محتاج خمس قروش بيصرف خمستاشر وعشرين فمش عامل حساب لللي جاي وحتى لو ما يقولك ما هو اللي جاي أحسن وعندي بزيادة حتى مع هذا الاعتدال مطلوب يبقى ما ينفعش إن أنا أبرر لنفسي إن أنا أسرف وأسرف معناها إيه حبيبتك أسرف معناها إن أنا أقطر في المباح عن حكتي حكتي مثلا أنا كرجل أستاذ جامعة مثلا محتاج بدلتين ثلاثة لا أنا عايز بيبقى في عشر بيدال من اللي سوى الاتنين ما هي عامل السودة تلبسها النهضة تلبس بكرة هي سودة لا أنا عايز من اللي سوى الاتنين ومن الكحلة اتنين ومن البن اتنين ودي سطاير الله مهما في النهاية خلاص شكرا فلا أنا عايز أركب تبقى عند عربيتين بدل عربي سيبقى عربيتين بدل غرض عارفها لو حضرتك البيت بيحتاج عربية تانية أعملش مشكلة عندي ابن بروح شغله فهيضطر أجيب عربية وكمان ما عنديش مشكلة رب أنا يوسع العباد إنما لا ده أنا بقى راكب العربية دي النهاردة والتانية دي بكرة مثلا يعني قدريت إن أجيب عربية بمليون مثلا فأجيبتها بس أنا الإيه الجاري جاب عربية باتنين مليون أنا أجيب بعربية بثلاثة بس عشان أبقى يعني بجاري الحدث وبجاري الناس قلب الساعة أنا لابس ساعة بخمسمائة جنيه وزين فقلهم أدار غرض هي وقفة صحيح بس ما عليش يعني إنما ليه قلب الساعة بخمسمائة ألف فأفهم الفكرة فالإصراف من هنا نفهم الإصراف هو الإنفاق في المباح بزيادة عن الحاجة الإنفاق في المباح بزيادة عن الحاجة إحنا عدينا الضروريات ودخلنا في الرفاهيات حد يقولي بس ده أمر نسبي يا مولانا إنت راجل بتروح الجامعة يومين ثلاثة لكن في حد تاني بينزل الشغل كل يوم فاللي بينزل الشغل كل يوم محتاج سبع بدل أنا ما عنديش مشكلة بس إيه إذن ده ضروري بالنسبة لك أنا ما عنديش مشكلة هو نسبي فعلا نسبي ما عنديش مشكلة حد يقوله والله حضرتك أستر بتحرك في المدينة وبتاع عربية مش عارف سيدان ولا بتاع تماشي الأمور اللي هي البسيطة دي يعني وأنا أسف جدا الواطة يعني مش العالية هتقدل غرضه بتاع بس أجل بسافر وبروح بعيد وأماكن بعيدة وشغل يطلب عربية أعلى أنا ما عنديش مشكلة يبقى الحاجة والضرورة مش مجرد التقليد الأعمى مش مجرد أن بلاش الإسم يعني أنه نزل الموديل الجديد روحه أفطبور وهاته ما أنا تليفوني شغال وزي الفول وابن حنال وبيصور والراجل وبيلقط وقول لحاجة كويس وماركته كويس ليه أجيب الفرجن الجديد عشان بس مجرد أنه بقى شايل الجديد دس محضرتك بقى إيه ده الإسراف ده الإسراف إن أقدر من هذا ده أوفر تمن موبايل بمئة ألف جنيه ولا بسبعين ولا بثمانية أو أقدر أوفره لا أروح تجيبته أقدر أوفر تمن عربية بماركة عشان نزل أحدث منها ومن اللي معايا ماشي وزي الفول ما عنديش مشكلة وكده دس ملإسراف خلاص في كل حاجة بقى في الأكل نفسه لما بيقول وكله يعني ماذا لو أنا تقطي مثلا إن أكلت شوية الروز شوية الخضار وربع الفرخة ليه أصمم أكل الفرخة ليه أنت جسمك أصلا مش هيستفيد غير بهذا الجزء كمية وسي علميا معروف إن الجسم بيأخد يدوب مئة جرام ومئة خمسين جرام من اللحمة مثلا البروتين مثلا يعني ليه أصم أكل نص كيلو ليه أنا استفدت منه ما هيطلع في الإخراج ما ربنا يعني رزقنا هيطلع في الإخراج فيجي بقى المسألة هو من اللي حرم الأكل يا مولاد يا سيدي ما حدش حرم الأكل بس انت بسلوكك خليته حرام لإنك زودت في المباح عن الحاجة فدي مسألة لازم تدرس طبعا ولذلك كان الصحابة بيكراهوا وإن يكون على المائدة أكتر من صنف وأنا هاكل إيه وإنتوا عاملين أنا أسف جدا ملوخية وبامية وفصولية أنا أكل إيه وإيه ما هو الواحدة هيأكل حاجة واحدة كفاية صنف واحدة خلصت بسيحنا في مجتمعاتنا ما عندناش المبدأ ده اللي هو صنف واحد بس على الأكل ليه يعني ما ربنا رزقنا وكرمنا ليه بتضيقوا العيشة على أولادكو وتحسسوه من يعني عارفة الضيق يا فندم الضيق إن نبقى عندي تلات أربع أولاد أو تلات أربع هيودوا على الصفرة وأنا يا دوب عامل إن أسف جدا ربع فرخة فيعني هنشمها كلنا ولا إيه الموضوع ده الضيق نمع عملنا فرخة وكل حد خد ربع شكرين ليه بقى أعمل فرختين وأعمل جنبها بطة وأعمل جنبها مش عارف اتنين كيلو لحمة إيه فيه إيه والعزاين بقى حديثي ولا حرج طبعا حديثي ولا حرج يعني مش معقولة مش معقولة وبعدين في ناس كمان من الإصراف لا أصلوا ما يكلش البيت أصلوا إحنا عملنا الأكل النهاردة الصبح مثلا تغدينا ما ينفعش يستنى لتاني يوم نتغدى به بقى لازم يمشي لازم يترمي مش معقولة فده اسمه إصراف إصراف وإن كان في الإيه في المباح يعني كل ما زاد عن الحاجة يعتبر مزبوط طيب تعالي بقى للتبذير التبذير هو الإنفاق فيه محرم ولو كان يسيرا واحد دخله النهاردة خمسين ستين ألف جنين بس بشرب سجاير علبة السجاير دي لما نقسها بجوار الخمسين ستة أمفلة بيقبضهم ما بقولش على خمسة تلات نسبة ضئيلة جدا هيجيب سجاير في شعر بإيه بألف ولا اتنين بجوار ستين يعني واحد إلى تلاتين تقريبا فاقولك أنا يعني ما أنا بأمض نقول له برضو ده تبذير ليه حضرتك المهضة هنا بقى مش نسمي هنا بقى مش إيه مش نسمي لأنه في محرم لأنه في إيه في محرم ولو كان ضئيلا ولو كان إيه يعني لو هو كمية قليلة جدا منه ولو كان ضئيلا بس بيجيبها فدد لو واحد دخله مليون جنيه في الشهر وبشرب سجاير بألف جنيه بقى مبذر طبعا بتشتد الحرمة لما بقى راجل أنا أصلا دخلي تلات أربع تلاف مش قادرة وفي بيتي وبروح بنصهم أجيب سجاير والنص التاني قاعد على القهوة أنا أسف جدا مع تقديري لكل الناس الطيبين اللي بيروح يسلوا على القهوة الشوالة بتاع بس ما بيروش حاجة ولط ماينفاعش أنا ما بكتلمش هنا كمان على حد بقى أنا أسف جدا اللي بشغل مراته في البيوت ويتأول ما توصل ياخد منها المتين برتميت جنيه يروح يشري بيهم الهباب والمخدر اللي بشربه ويسيب العلب دون أك بس في أعلى درجات السوق يبقى التبذير بيبتدي من إن شاء الله رب دخله من اليوم جنيه بس بيصرف قرش جنيه في المحرم يبقى كله إنفاق في محرم اسمه إيه؟ تبذير تبذير الإنفاق في المباح بزيادة اسمه إيه؟ إسراف إسراف ده الفرق بين اللي اتنين ربنا يقول في المبذرين إيه؟ ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين لأن الشيطان هو اللي بيدعونا للحرام خلاص؟ والحرام بيجروا حرام طبعا فالعاقل إذن يبعد عن الإسراف والتقطير والتبذير هبعد عن التلات هبعد عن التبذير لإني ما ينفعش تناول محرم ما ينفعش ألبس محرم هفترض النهاردة حد ربنا يا رب يوسع على الكل داخله يا سيدي هفترض إنه بيقبض لقب خيالي بس لازم لابس دبلة دهب هي دبلة دهب دي تسوي كام؟ ولا حاجة بالنسبة لك اربع جرامات هرفرض يعني؟ فيه تلات تلاف جنيه يعني بتكلم عن عشر اتنصر ألف يا عشر اتنصر ألف هو رجل عنده مالية بالملايين ماذا نسمي هذه الدبلة؟ نسميها إسراف ولا تقطير ولا تبذير ولا حاجة مباحة نسميها تبذير ليه؟ لأنها محرم إنه ما ينفعش يلبس ده تعالشي؟ يلبس ده وهكذا فالتبذير هو الإنفق فيه الحرام فما يجيش يقول لي إيه يعني ما يلبس دبلة؟ أنا ده حاجة بسيطة لا هي مش بسيطة هي تبذير هي إيه؟ تبذير طبعا بقى اللي يلبس لي ساعة أنا آسف يعني من اللي هي بتوع الدهب دول برضو اللي بخمسين ستين ولا متين ولا أكتر ألف ده هنسميه إيه؟ ده هنسميه إسراف لو فيها دهب ودهب خالص هو تبذير يبقى بقى تبذير والإسراف مع بعضا التبذير أقوى من الإسراف آه أصلا التبذير الإسراف حضرتك نعم هو أكبر أي الإسراف حرمته في أني يعني زودت الأكل حلال بس أنا زودت في الأكل شويتين اللبس حلال بس أنا زودت في اللبس شويتين نعم نقول إن الإسراف مقروه لا لا مقروه إيه؟ هو حرام بقى هو لما ربنا ولا تسرفه إنه لا يحب المسرفين بقى أنت عايزان أخرج من دائرة محبة ربنا إيه ده إيه ده يا إخوانا ده؟ من يقبل ده يا إخوانا؟ هو إحنا ابن الشعبة تنقاسف يعني في التعبير يعني نحاول نرتمي في المعية بنبحث عن عن أي حاجة وصلنا للحب ونطرد نفسي من دائرة الحب من يقبل ده؟ ده أنا لحتى قلت لك الإسراف مباح أنت أقول لي أنت كلامك غلط أنا مش هخرج من دائرة الحب مش هعمل الإسراف طب أنا عايز أسأل حرارك سؤال مهم في النقطة دي بالأخص لو مثلا يعني زوج أو أب حاب يخرج ولاده هو عندهم أكل في البيت مثلا لأن النقطة دي مهمة وبتتكرر كتير في حياتنا عندهم أكل في البيت وغداهم موجود تمام بس هم حابوا يخرج ويتغدوا برا هيدفعوا مبلغ يعني كبير برا هل هنا ده وقع في يعني في زند الإسراف هل هنا ده؟ بحييك على سؤالك ده نقول لنا بنتعرض لها ده ما يدخلش في الإسراف بشرط نمر واحد بقاش ده العادة بيبقاش كل يوم كل يوم بناكل برا في حين نقدر نوفر ثلاث تربع الرقم اللي بنصرفه برا وإحنا بناكل في البيت طبعا فإنما تبقى مرة كل أسبعين ثلاثة كل شهر كل شهرين بنسرع عن نفسنا بنسرع على أولادنا ده واجب أحيانا ده واجب أحيانا بدام فيه قدرة بس فيه شربت تاني من عند النهار ده مطعم أقدر أعطي مطعم واكل كويس مثلا خمس قروش على سبيل المثال في مطعم تاني هدفع مجرد هدربه في عشرة لمجرد الاسم مع إننا هنا الأكل زي هنا عارفة لو فيه فرق أنا معدش مشاكل ما فيش مشكلة لو هنا الأكل أجود أجود وأحسن والعيال نفسهم وبتاع وأنا قادر ما فيه مشكلة هنرجع في النهاية إلى فكرة إنه أنا ما فيش مانع أبدا أسر عن نفسي وأسر عن أولادي ومراتي ما عندش مشكلة إطلاقا ويا رب ندخل في الكلام ده أخوتنا وندخل في الكلام ده أبونا وأمنا من باب أولى ونوسع الديرة ده شيء رائع جدا وإن إحنا على فكرة إطعام الطعام من أعظم الصدقات يعني إن أنا حتى لو سيت في الزوجة مش قادرة تعمل أكل وجبنا أكل من بره ودعينا الإخوات والبتاع ده من أعظم الصدقات من أحتسل ده صدقة حتى إطعام الطعام للأهل والأقارب من أعظم الصدقات والأهل البيت نفسهم يعني يا هنم اللقمة وتضاعها في في مرأتك لك بها صدقة مش معناها بس تضعها إنك إنت بتتودد إليها فتناولها ببقها لا مش الحرفية دي طبعا ده شيء رائع أنا بحيي بحيي اللي بيعمل كده بالتأكيد وله أجر على هذا ونبرز ده قدام عيالنا عشان يحسوا إن البيت يقوم على الحب ويقلدوه ويقلدوه حتى مع بعض طبعا طبعا يحبوا بعض يعني نورف الحب بالعمل مش بمجرد الكلام اللي مهلوش لازمة وإحنا العكس لا هو المعنى أكبر من كده إن أنا مراتي بتصرف في البيت أكلها والشربها ده صدقة أولادي صدقة يا سيدتي النبي عليه الصلاة والسلام أنا بقولي الكلام ده عشان الأزواج يبقوا متطمنين إنت ما تزعلش مرة تلعب بصت كده حد بيقول تصدق بكل مرتبك فالنزعنا تقوي منهم والحقيقة البصت صحي جدا يعني حتى ما حد بعرض بقولي بص صحي جدا يعني أتصدق بكل مرتبي ما تدي عمل فيزا لمراتك وهي تصرف باعتدال إذا خاصة كانت حكيمة كده زي حضرتك يعني يا رب يكرم يا رب ربني يكرمك ما تدهالها وتصرف ما فيش مشكلة واحتسب كل مليم بينفق في البيت مدام بيعتدال صدقة مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا دينار أنفقته على أهلك وآخر على مسكين وثالث في رقبة وربع في سبيل الله المنطق يقول إيه المنطق يقولي يعني اللي على أهل ده راح ده واجب أصلا ده واجب علي أصلا ده واجب علي يبقى في سبيل الله وفي الرقبة أحسن سيد النبي يقول إيه بقى والأعظم ها أجرا الذي أنفقته على أهلك يعني أيها الرجل اسمعني هو أنا بقول لحضرتك كل مليم تنفقه في بيتك هو صدقة تتكسب صدقة بردو وهو أعظم من الصدقة اللي هتديها للفقير هل معنى كده أن أكف عن صدقة الفقير لا أما بقولش كف بس لما ربنا يقول ويسألونك ماذا ينفقون يوم يقولي إيه كل العفت يعني الزيادة يعني إيه الزيادة يعني أنا بيتي النهاردة محتاجة خمس قروش وانا معايا خمسة ونص ما فيش مانع أطلع النص طيب أنا بيتي محتاجة خمسة وانا اللي معايا ربعة أروح الصدق بواحد بقوا ثلاثة في بعض الناس يخدام اللي جانب النعنوي يقول لك والله أنا بقى عميكاشة ربنا يباركلي أنا فوق الدماغي ما أقدرش أقوله لا لأن ربنا قلو ما أنفقته من شيء فهو يخلفه بس في بعض الناس بتعمل ده مش بالمنطق ده بتعملوا منطق تاني أن أولادي لا 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 أصل أولادي مش أخد أجر برها أخد أجر غلط المنطق التالي ده غلط المنطق الأولى أنا أقبله أقبل أن الوحد اللي مبقى في ضيق يجمع أي حاجة وتصدق بها ربنا هيخلف عليه بالمنطق ده أهل وما سهل وبهذا بيكل ربنا هيبارك وهيعطي أحسنتي ربنا يبارك فيك يا رب بالمنطق ده أهل وما سهل إنما بمنطق إن لأ أناد للغلبان اللي في الشارع جنيه ولا عشرة جنيه وما ديش ابني خمسين قرش عشان ده أحسن لا غالط ابنك أحسن ابنك الأحسن ابنك تاخد أجر عليه مضاعف مضاعف الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الكربة ثنتان اتنين اتنين صدقة صدقة وصلة ما بالك بيبقى على عيالك بقى ولذلك أنا بحي الرجل اللي بينفق على أولاده باعتدال ما بيخلش عليهم وبيحسن إليهم ويتصدق وينوي الصدقة في نيته والمرأة التي تساهم في البيت ربنا يا كلمة وتحتسب هذا الصدقة كل اللي بينفق بنية الصدقة له أجر الصدقة وأقدر أتبرع بكل مرتبين بكل دخل أنا أتبرع بيه بنيتي بهذه النية ربنا كريم جدا طبعا بس يبقى الضابط إيه هنا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة لاعتدال في هذه النفقة قد يكون من إحتدال ده أن أنا من قال لآخر أخذ عيالي وأخرج بيه وأسافر بيه وإيه المشكلة بس ماذا لو أنا مثلا عندي ربنا يا كريم وأقدر أصيف في بلدي في منطقة نظيفة وجميلة زي الفل وهنفق عشر تلاف مد ليه أطلع بر أنفق العشر تلاف مد دول بالعملة الصعبة يعني عشر زيهم بس بعملة مختلفة فيبقى الموضوع كبير قوي ليه ليه لكن ماذا لو ربنا أكرمني وأقدر أننا اللي هنفقه في بلد نفقه مجرس حاجة يعني الفكرة أنه لازم نحط في بلنا حتة الاعتدال حتة الاعتدال طبعا محاول النوازن نحن الأمور ونستفتي قلبنا نحن كده رايحين في اتجاه الشح والبخل وده بدأنا ندخل في اتجاه مكروه برضو ده حرام شح وبخل حرام ده حرام شافت مركزة على المكروه ده بس المكروه ده ناس يقول لك أهو مكروه ما يجرس حاجة لا ده حرام حرام أيوة قطعا أو الإسراف والتبذير زي ما حضرتك قلت لنا ولكن عايزين كمان نرقي الدوء على في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وخير قدوة لنا جميعا كان ازاي بيعلم أهل بيته الحفاظ على النعم الله الله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أكتر حد تقله وأما بنعمة ربك فحدث فكان يأكل وكان يشرام وكان يلبس لكن لما كان يرى محتاجا كان يؤثر على نفسه يعني الحاجة تلاقيه مثلا لابس جبة حلوة قوي وقاعد في وسط الصحابة الجبة دي زي ما أنا لابس كده ده فوق لبس آخر أقبر أقلع دي ولا قاعد ما فيش مشكلة مثلا لابس لبس خروجي يعني مش لبس بيت ولبس عادي فالجبة دي حاجة زي كده زي العباية مثلا فجيه رجل من بره كده بص لسيبنا النبي وقال له ما أجمل هذه التي عليك أعطينيها يا رسول الله سلاح الوقوي كده يعني بالمعنى ده فالنبي ألاعه ودها خيالي ده إيه حاجة تسميه ده إثار على النفس ده إثار فلما الرجل مشي جروا وراه وقالوا أنت كده أحركت النبي ده يعني بيقابل بها الضيوف قال لهم والله أنا ما أخذتوها لأتجمل بها أنا أخذتها عشان من عرق النبي ومن ريحة النبي لا علم عصر ربنا يقيني بسببها النار فالمعنى كان جميل إنما في النهاية سيدنا الله صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يكون أغنى الناس من حيث العدد والكم لكنه أغنى الناس من حيث الكيف وكان ينفق يمنة ويسرى ويعلم أهل بيته الإنفاق يمنة ويسرى لكن ده ما كانش يمنع أن يوسع عليهم لما يقدر ما كانش يمنع أن يتدخر يعني اتدخر لسنة قادمة وما يمنعش أنه كان في يوم الأيام عايز طمر رهن درعه عشان يجيب طمر يأكله فالنبي مر بهذا ومر بذاك بس في كل أحواله كان معتدلا عليه الصلاة والسلام ما كانش أبدا لا بيتجاوز الحد في الإنفاق ولا في الطعام ولا في الشراب ولا كان عليه الصلاة والسلام بيبذر ولا كان بيقتر فكان وسط وكان يتعامل عنده القدرة بيتيجي الشاه بيأكل كتفه ما فيش مشكلة ما عنده موجود الخير خلاص بيأكل ما يجرش عاجل طب ما فيش لم يكن يوقد في بيت النبي الثلاث شهور نار وانت حالك سيدة وعارفة ما نولعش بتجاس في البيت الثلاث شهور معناها إيه ما بنطبخش آه طبعا ما فيش حاجة نطبخها فأبمال بتاكلوا إيه الأسودين الطمر والمي فعاش على الطمر والمية وعاش عليه الصلاة والسلام على ما هو أحسن من ذلك وأعلى من ذلك وسط وكان يحدد بنعمة الله سبحانه وتعالى وكان يقول كما حكت فضلت في مقدمة الحديث مقدمة الحلقة إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ما ينفعش أنا أسف جدا أنا رجل كريمني وماشي مهلهل خلينا الناس تشوفنا إن الله جميل يحب الجمال لما نبتكلم عن الكبر في يوم الأيام فالراجل وقف كده وقال له يا رسول الله الرجل يحب أن تكون نعله وحسنة وثوبه وحسنة ده كبر يا سيدة أنا أقول له لا الكبر بطر الحق وغمط الناس أنا قالت كلمة عشان تلعت منها أقول لها كلام غلط ولو تلعت منها كنت أهلل لها فأغمطك وأنكر الحق عشان جامل من ناحيتك إن الله جميل حب الجمال فإلبس ما شئت حتى النبي قال إلبس ما شئت وكل ما شئت ما أخطأك أو ما أخطأت مخيلة أو مصرفة يعني لا تختلف الناس ولا تسرف خليك معتدل الضابط بتاعنا اللي احنا قلناه إذا أنفكوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوابها رب أنا يفتح على حضرتك يا رب وكان فيه نقطة مهمة جدا اسمح لي حضرتك أسألك فيها برضو عن الإسراف من ضمن الإسراف زي ما حضرتك تفضلتها فيه إسراف في الذن إسراف في المدح إسراف مش في المال والطعام والشراب بس ولكن إسراف في كل شيء في حياتنا إسراف كمان في التدخين إسراف في العبادة يا فنة آه طبعا في العبادة ترك العمل لما الثلاثة الصحابة ذهبوا البيوت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته فكأنهم استقلوها قوي وبيصلي وينام فواحد قال أنا أصوم الدهرة لأفتر والنبي كأنه في رمضان طول السنة والتاني قال وأنا أصلي الليلة لأرقد كأنه ليلة القدر قيم طول الليل طول السنة يكثر من العبادة والتالت قال وأنا أعتزل النساء بدل ما أشتغل واصلك وأعمل أنا أوفر جهد وقت للعبادة وما أتجوش عشان ما إيه ما أبقاش فعليها مسئوليات فالنبي أنا أبقى فاضي للعبادة آه النبي سمع بيهم فقال ما باله أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أصوم وأفتر وأصلي وأنام يعني يكمل ليله ينام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ليس مني معناها أنه مش على منهجي ومش هيقدر يكمل ويخلق وأنا لما أجي على نفسي بزيادة طبعا مش أقدر هيحصل نفرد العمل زي إخوانا الله يعافينا عكس طبيعته البشرية مظبوط زي إخوانا اللي بشددوا عن أنفسهم قوي سريعا ما بيسيبوا الدنيا للأسف ومش يعني منسجنين مع يكملوش في النصوار ولكن كمان في نقطة مهمة في الإسراف والإسراف في الوقت الإسراف في الوقت للأسف أبنائنا ويمكن إحنا كمان وشبابنا بقى عندهم الإسراف في الوقت دوت وعدم الإحساس بقيمة الوقت عايزة من فضلتك في ختم الحلقة كده تقول نصيحة لنا والأبنائنا إزاي إن الإسراف في الوقت يعتبر دمي وربنا كمان لا يكلم والله يا رب تعمله حلقة خاصة ده لأنه المسألة بقت يعني صعبة جدا جدا الوقت بالنسبة لنا هو إحنا هو إحنا هو رأس مالنا الحسن البصر كان يقول يا ابن آدم ما أنت إلا أيام مجموعة كلما ذهب يوم من ذهب بعضك إحنا شوية أيام هيا كده هنعيش مئة سنة مثلا السيباء في الأيام فشوية أيام فكل ما يمر يوم بننقص فلو أدركنا هذا هنحافظ على كل لحظة هنحافظ على كل نفس إحنا سنسأل على كل لحظة مش على كل لحظة هنسأل عنها عملنا فيها إيه فإذا لم نستطع أن نقضيها في عبادة وطاعة فلا نقضيها أبدا في محرم للأسف أولادنا النهضة المبالب تسرقهم طبيقات المختلفة أنا أذكر الشابين اللي اخترعوا فيسبوك كانوا أعلنوا حزنهم الشديد لأنه هم عملوا خاصية أنه الفيديو يسلم لفيديو سلم لفيديو هم ما كانوش بخدين بالهم من الحتة دي أنها تلهي هم كانوا بيسهلوا على المتعاملين بيسهلوا على المتعاملين فجأوا بأنه لا الموضوع بقى فيه زي إدمان ما أنت قاعدة دا ورده دا ورده دا ورده دا ورده دا ورده اللي بجملة كان بقولها ابن القيم بيقول ابن آدم الحياة أيام والأيام ساعات والساعات دقائق والدقائق أنفاس وكل نفس له عند الله خزانة فاحذر أن تأتي يوم القيامة وعندك خزانة ثارغة تبمن خزانت بإيه سبحان الله أنا قلت سبحان الله اكتب لي بعشر حسنات دا طب يعني أولادنا بقى لا بيذكر ولا ساكت دا بيعمل غلط وبيأتي الوقت في مقابل الوجبات الوجبات اللي عليهم بيعملهاش صحيح اللهم استعان ربنا يكرم فضلك فضلك الله عننا كل خير وهنختم إن شاء الله بدعاء من فضلك وبنشكركم متابعين نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة دمتم في أمان الله وهذه تحيات بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم اللهم إنا نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذلك والسلامة من كل إذن والعصمة من كل ذنب نسألك رضاك والجنب ونعوذ بك من صختك ومراك صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر